بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدئيم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السمامات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آباء الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي بن الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وأقدا وبيعة له في عنقه لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أمصوره وعظانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والمنتثلين لأغامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشحذين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعف الحاضري والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه وعجل الفرجا وسهل مخرجا وأوصع منهجا واسلق بي محجتا وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت بقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه بآله حتى لا يزفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه بآله برؤيته ومن تبعه على دعبته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولا يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولا يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولا يا صاحب الزمان